اهلا بكم مجددا قتل قيادي في حزد الاف هجوما مجهولا جنوب سوريا وذلك بعد ايام من تعرض مواقع الحجد الشعبي العراقي في مدينة تكريت الى هجوما جويا اسفر عن تدمير مزنين للسلاح والمحى تقرير الاذاعة العسكرية الاسرائيلية الى ان اسرائيل قد تكون من شن الهجمات الجوية لافتة الى ان الهجوم يحمل بصنات الغارات التي شنتها اسرائيل في وقت سابق ضد اهداف ايرانيتين في سوريا تفاصيل في سياق هذا التقرير تبدأ الحكاية اواخر سنة 2018 حين صرح قائد استخبارات السلاح الجو البري الاسرائيلي انهم يتابعون التموضع العسكري الايراني في العراق بما في ذلك نصب صواريخ ارض ارض قادرة على ضرب اهداف اسرائيلية يبدو ان هذا التصريح تحول الى فعل عسكري في اعقاب هجوم جوي في مدينة تكريت العراقية على مخازن الاسلاح للحجد الشعبي المدعوم من ايران تقرير الاذاعة العسكرية الاسرائيلية المحى ان الهجوم يحمل خصائص الغارات الاسرائيلية التي شنتها اسرائيل ضد اهداف ايرانية ومخازن حزب الله في سوريا تحدثت التقارير الاسرائيلية عن مراقبتها للمثلث العراقي الايراني السوري واتهمت ايران انها تستخدم الاراضي العراقية لشن هجمات صاروخية ضدها وقد تفسر هذه التقارير ما حدث في محافظة صلاح الدين العراقية وتعرض معسكر للحجد الشعبي لقصف الجوي بوسطة طائرة مسيرة مجهولة حتى ان مسؤولا قال ان الانفجار وصل الى مسافات بعيدة عن موقع للمعسكر المستهدف واوقع قتل بين صفوف الحجد يتزامن ذلك مع مقتل مشهور زيدان القيادي في ميليشيات حزب الله بعد استهداف سيارته بقذيفة صاروخية في بلدة سعصع في ريف دمشق الجنوبي لكن الانباء تحدثت عن احتمال تنفيذ العملية من خلال طائرة مسيرة دون طيار وهذا قد يفتح باب احتمالات اخرى من بينها مراقبة اسرائيل عن كاثب لجميع الاهداف التابعة لايران سواء في سوريا او العراق هل بدأت اسرائيل بمرحلة تقطيع اوصال ادرع ايران الضاربة وهل باستطاعة هذه الميليشيات رد الفعلية وكيف ستتعامل اسرائيل بعد اليوم مع هذه الاذرع في العراق في ظل تقارير اخرى تقول ان تل ابيب بدأت الهجوم في العراق بضوء اخضر امريكي لمناقشة هذا الموضوع معنا المحلل والسياسي فيصل عبدالستر من بيروت ومن اسطنبول معنا العميد ركن احمد رحال وهو خبير عسكري وستراتيجي مساء الخير استاذ فيصل ابدأ معك بطائرة مسيرة تم اختيال القيادي في حزب الله المدعو مشهور زيدان كيف تعاقب على الموضوع طبعا مثل هذه الاخبار حتى الان ليس لها اي صدقية على الاطلاق تتبعته مثل هذه الاخبار حتى الان لم اصل للاي نتيجة وبالتالي ليس هناك من شخص اغتيلة على ما تقول البكالات الاسرائيلية او بعض الازاعات الاسرائيلة وبالتالي هذا ربما يأتي في اطار الحرب النفسية التي تمارسها الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية او جيش الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي يعني يمكن ان نعلق على خبر حتى الان ليس دقيقا وليس صحيحا وليس فيه اي معلومات تذكر في هذا الاطار نعم هناك امر ما زال قائما في جنوب سوريا هو العبس الاسرائيلي الذي يعني يريد ان يجعل من هذه المنطقة ربما سيطرة واضحة له او فرض شروط كما لمح في السابق بعد اتفاقات حصلت مع الروسي والقيادة السورية وخيل للاسرائيلي ان مثل هذا الامر قد يطلب من حزب الله او يطلب من الايرانيين عدم تواجدهم في المنطقة تحت هذا الاتفاق ومسمى هذا الاتفاق فرض الشروط الاسرائيلية استاذ فيصل كيف ستتعامل معه ايران وحزب الله او اذرع ايران في المنطقة دعنا نتحدث يعني اولا وجود حزب الله في سوريا ليس له علاقة بانه زراع لايران او غير زراع لايران حزب الله لديه ارتباطات استراتيجية مع سوريا كما كانت سوريا الى جانب المقاومة المقاومة الى جانب سوريا وبالتالي ليس له علاقة بامر ايراني او غير ايراني كيف سيتعاملون مع هذا الامر ومع الشروط الاسرائيلية نعم بالطبع كان هناك تفهما من قبل القيادة حزب الله والقيادة الايرانية فيما مضى لبعض الامور التي اتفق فيها مع الجانب السوري وليس الجانب الروسي بطبيعة الحال وبالتالي هذا امر يبقى رهن القيادتين القيادة الايرانية والقيادة السورية اما الان ان الاسرائيلي يدخل على الخط مجددا بزريعة ان هناك تواجد لعناصر ايرانية ولعناصر حزب الله هذا اعتقد انه في اطار اعادة يعني اعادة يعني بمعنى ما اعادة مناخ معين مناخ اسرائيلي على ان يكون في هذه المنطقة بعد ان وصل الى الجيش العربي السوري عميد احمد بغض النظر ان الاستاذ فيصل نفى صحة الاخبار التي تتحدث عن اغتيال القيادة في حزب الله مشهور زيدان والذي ينحدر من قرية حضر في القنيطرة كيف ستتعامل ايران وهو نفس السؤال الذي سألته لفيصل عبد الساتر يقول بانه ستفهم القيادات الايرانية ولكن برأيك هل ستحتفظ بحق الرد كالعادة يعني اولا شي مشهور زيدان او محمد ناجي الاسم الوهمي اللي عطايا او الاسم الحركي اللي عطايا حزب الله بالدورة اللي قام فيها بلبنان بشهر نيسان هو كان موجود بحزب الله بلبنان واتبع دورة وتم العودة لكن المعلومات بتقول انه الايرانيين اكتشفوا انه هو عميل الروسيا ومن انه على ارتباط من المخابرات الروسية وبالتالي تم تصفيته هذا الامر ليس بجديد يعني بالنسبة لايران تعرف وبالنسبة للنظام الاسهد لحزب الله يعني اذا منرجع مي قتل عماد مغنية من قتله هو محمد سليمان العميد محمد سليمان اللي عطى معلومات لاسرائيل وتم تصفيته بدمشق لو سألنا مي قتل محمد سليمان قتلته ايران لانه قتل عماد مغنية لو سألنا مي قتل قائد قوات حزب الله بسوريا مصطفى بدر يعني المرافقين عايمين يساروا لم يقتلوا قتل مصطفى بدر وقيل بصاروخ يعني هون النكته وبالتالي تم تصفيته من قبل حسن نصر الله شخصيا ايضا جهاد عماد مغنية اللي قتل في جنوب لبنان دعنا نقول ان هذول اللي عب يقتلوا يعني ما يحاولوا يضحكوا على عقولنا بغسيل دماغ يعني اربعين سنة الدكتور فيصل وكل هالناس هذول حوالنا بدون يقنعون انه في مقاومة يعني هذول ليسوا مقاومة هذول الادوات ايرانية في المنطقة هذول عبارة يعني حسن نصر الله يقول نحن نتبع لولاية الفقه هو يهاجم الدول العربية هو يقتل السوريين كرما لعيون ايران وبالتالي هو الحسيين والحجل الشيعي ولا نظام الاسد المجرم ولا حزب الله هذولات ايرانية حتى ايران يعني عندما قامت بما يسمى بين هلالين ثورة ايرانية يعني ما نسينا السفضيحة ايران جيت اللي كانت تاخد الاسلحة من اسرائيل وبالتالي العلاقة بين اسرائيل والعلاقة بين ايران بين حزب الله بين نظام الاسد بالمناسبة من ثلاثة اسابيع اللي واجه ميل حسن قبل أن يقال كان مجتمع مع القيادة الإسرائيلية بالجولان مع زوير الأسر وبالرعاية الروسية يعني هدول اللي بتنافسوا من يحكم المنطقة من يسيطر على المنطقة من له النفوس في المنطقة وليس على تحرير فلسطين أو على تحرير الجولان أما إيران أنه ترد ما ترد يعني أنا بأعتقد أخي مؤمن والدكتور فيصل اللي بيعرف الكلام إسرائيل أعلنته صراحة 235 عملية نفزنا على إيران وحزب الله وعلى نظام الأسد في سوريا لم يكن هناك رد ولا تجرأ إيران على رد ولا يجرأ حزب الله بيطلع لنا نعيم قاسم كداعش نقطة كتير مهمة داعش تقول أن قتال المرتد يقدم على قتال الكافر بمعنى أن قتال الجيش الحر يقدم على قتال نظام الأسد أيضا إيران وحزب الله شو بيقولوا قتال السوريين يقدم على قتال الإسرائيليين لما بيسأل حسن نصر الله أو وليد المعلم أو بشار الأسد لما بتردها إسرائيل هذا أيضا ما تثبت على الوقاعة نرد عليهم بالساحل بيعتبر قتال السوريين والأجزة والأولى نعم سيد فيصل ما الذي تخشاه إيران اليوم مع اتساع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية لتشمل العراق أيضا يعني مواقع لميليشي الحجد الشعبي تم استهدافهم ولمحت إسرائيل لمحت الإذاعة الإسرائيلية ولما هات صحف إسرائيلية لمح موقع ولاة أيضا بأن إسرائيل هي منطقف وراء استهداف ميليشيات الحجد الشعبي في محافظة صلاح الدين العراقية مؤخرا يعني مدام ليس هناك مقاومة وليس هناك حزب الله الذي يقوم بقتال إسرائيل والحجد الشعبي وإيران يعني فيه مقاومة ولكن لا يقوم بقتال إسرائيل خليني كمل اسمح لي عندما نقول ليس هناك من مقاومة وهذا كذب وهذا مش عارف شو إلى آخرين وحزب الله يقتل السوريين وإيران تقتل السوريين وما بعرف شو إلى آخرين لكن لماذا تقوم إسرائيل بمثل هذا الأمر لماذا تقوم إسرائيل بشن عمليات واغتيال قادة كما تقولون ولماذا تقوم إسرائيل بالتحريد على إيران ليلة النهار ولماذا تقوم إسرائيل بشن غارات وتدعي أن هذه الأمر له علاقة بأن الحجد الشعبي ممكن أن يواجه ضربات إلى إسرائيل يعني يجب أن يكون الكلام منسجما مع الكلام الذي يطرح من قبل إذا كنا نريد فقط أن نضع الأمور وكأننا نبيع بطاطا وبندورة وبيض وبصل أخضر بنفس السلة فهذا لا يمكن نحن نعالج موضوع محدد تقولون أن هناك خبرا أن إسرائيل قامت باغتيال قائد من حزب الله في جنوب سوريا هذا كلام إلى الآن ليس له أي صدقية كيف تابعت أستاذ فيصل الغارات على مليشيا الحجد الشعبي في العراق كيف تابعت هذا الخبر ومن يقف رأيه برأيك طبعا هذا الكلام أولا هذا الكلام ليس جديد يعني ليس البارحة وليس اليوم هذا الكلام قيل منذ أكثر من خمسة أيام ستة أيام حتى الآن ليست هناك معلومات أكيدة من هي الجهة التي قامت بمثل هذا الأمر نعم كان هناك استهدافات لمقرات للحجد الشعبي في محافظة صلاح الدين قامت القوات العراقية بعملية كبيرة في هذه المنطقة أسمتها إعادة الانتصار أو شيء من هذا النوع وقالت أنها لفلول داعش في تلك المنطقة الخوف كل الخوف أن يعاد يعني العبس بالأمن العراقي من جديد عبر دعم هذه المجموعات عبر تقديم لها معلومات لوجستية كما الآن يفعل مع بعض المجموعات السورية الإرهابية وغير الإرهابية منها التي تقصف مصياف التي تقصف اللاذقية التي تقصف شرق حماب إلى آخره كل هذا يأتي في سياق العبس الأمريكي والعبس التركي في كل الساحتين وبالتالي يجب علينا أن نفكر تماماً ما الذي يريده الأمريكي في المنطقة من جديد ما الذي يعمل عليه التركي من جديد وما هو دور الروسي في كل هذا الذي يجري الآن من جديد هل هناك اتفاق جرى في تل أبيب على ما يقال هل هناك تفاهم روسي لما تقوم به إسرائيل مثلاً على سبيل المثال أم أن هذا الأمر ربما يكون هناك غط طرف عما يجري لإعادة رؤية الأمور كيف سترسوا عليها في هذه المنطقة الملتهبة على إقاع المواجهة المفتوحة بين إيران وأمريكا من جهة وبين التهاب الساحة السورية ولكن أستاذ فيصل هل توافق هذا الرأي بأن الأثر مباشر سيكون على العراق والسوريا نعم أم لا الواضح أن الأثر سيكون على كل دول المنطقة ليس على العراق والسوريا نعم سيكون هناك تداعيات كبيرة في سوريا بطبيعة الحال سيكون هناك تداعيات كبيرة في العراق وسيكون هناك تداعيات كبيرة في اليمن أنا أتحدث هنا عن ساحات مفتوحة وعن حروب موجودة لا نتحدث عن شيء ما ممكن أن يحدث وبالتالي هذه المنطقة الآن الملتهبة إذا ما ذهرت المنطقة إلى مواجهة اليوم حتى هذه اللحظة دخلنا إلى الآن كان هناك شروط واضحة من إيران فلتفرج بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية فنفرج عن ناقلة النفط البريطانية وبالتالي الواضح أن إيران ذاهبة إلى آخر المطاف لا يمكن أن تتراجع وبالتالي على العالم أن يفهم أن إيران ليست تولى ضعيفة في هذه المنطقة نعم عميد أحمد ما التوجه الذي تذهب إليه تل أبيب مع ما تحدث به السيد فيصل عبد الساتر من بيروت يعني أولا حتى ما يكون كلامنا مثل كلام أبواق المقاومة وأنا لا أقصد دكتور فيصل إنما بشكل عام يعني أنه بيعت بندورة وبصل وفليفلة وخس يعني هالكلام هذا لازم نعرف كليتنا أنه إيران هي دولة إرهاب واحتلال وأنه إسرائيل هي دولة إرهاب واحتلال وأن الصراع ما بين إيران وإسرائيل ليس على تحرير القدس ولا على تحرير الجولان صراع مصالح ولا على تحرير المواطن العربي هو صراع مصالح وبالتالي يقتل الشعب السوري كرمى لعيون إيران وكرمى لعيون إسرائيل وكرمى لإبقاء نظام الأسد الذي يخدم إيران ويتوالى مع إسرائيل وبالتالي هذا الكلام المنطقي يا دكتور فيصل أنت تعرف الكلام أكثر مني هذه النقطة النقطة الثانية اليوم اللي عم يصير بالنسبة لقصف المواقع الإيرانية إيران إسرائيل قالت هذا الكلام وخلينا نرجع للاجتماع الذي صار بالقدس الغربية عدم التوافق الأميركي الروسي على إخراج إيران من سوريا كان هناك أعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل بأن تتوسع بعملياتها وهذا الكلام ما جديد يعني خرج رئيس الأركان الإسرائيلي وخرج وزير الدفاع وخرج نتنياهو منذ العام 2018 وقالوا الأراضي العراقية أصبحت ضم مجال الاستداف الإسرائيلي حتى رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية تيمير ميهان في يونيو حزيران ذكر وأكد بأن مركز الثقال ينتقل شيئا في شيئا الإيراني ينتقل من سوريا إلى العراق هذا ما ذكره تيمير ميهان بالمنطقة حاليا كان في منطقة الأميرلي اللي قصفت أول مبارح واللي دمرت فيها مستودعات صواريخ بالمناسبة وصلوا صواريخ لمساء صباحا تم قصفهم بالليل تم قصفهم دليل من أن هناك عملاء داخل الشاحنات اللي نقلت صواريخ من إيران لمنطقة أميرلي اليوم إسرائيل رح تضرب كل المواقع لأن عنده خارطة أهداف بمراقبة أمريكية بمراقبة أوروبية بضوء أخضر روسي وبضوء أخضر أمريكي أنا بأعتقد اليوم على إيران أن عملية التصعيد لست بصالحة إنما يتدرك أن استمرار الوضع كما هو عليه سيؤدي إلى انهيار الدولة الإيرانية أما استمرار العقوبات ستؤدي إلى نقم شعبية وسورة شعبية على حكم الملالي وبالتالي إيران تجد أن الحرب هو أسهل السبول لكن أنا بدي أقول بالنهاية الشغلة وحدة أن كل ما يتم اليوم هو ترتيب بمعنى أن إيران هي هدف لضاربة قد تكون مستقبلا لكن قبل أن تضرب إيران قبل أن تخنق إيران وتدعس يجب أن تقطع أزنابها بمعنى يجب أن يكبل حزب الله ويتم القضاء عليه يجب أن ينهى نظام الأسد يجب أن تكون هناك حد وتكبيل للحجد الشيعي ويجب أن تكون نهاية للحسيين هؤلاء الأزرع الإيرانية الأدوات الإيرانية الأذناب الإيرانية يجب أن تكبل حتى يكون ظهر المهاجم محمي ومن ثم انطلاق إلى إيران وهذا الأمر قادم إن شاء الله نعم بدقيقة واحدة سيد فيصل كيف سيكون التحرك الإيراني المقبل مع شعورها وتأكيدها أي حتى أنت ذكرت في سياق مدخلتك مدخلتك في البداية بأنه كل ما يجري يجري بتنصيق وترتيب مع روسيا والتي هي يفترض أن تكون حليف إيران خصوصا في سوريا لا سيما بأنهم يتشاركان على دعم بشار الأسد قاتل السوريين أولا لا أوافق على مثل هذه العبارات يعني أنا عادة لا أحب أن أدخل في مثل هذه العبارات أقول للعميد أحمد يريد أن يشاهدني على شيء هو يظن أن هذا الأمر على طريقته أنا أؤمن بالعكس تماما لا أؤمن أبدا بما تفضل به على الإطلاق وتصحيحا لمعلوماته الشهيد جهاد عماد مغني استشهد في جنوب سوريا وليس في جنوب لبنان ثانيا يعني علينا أن نكون واقعيين إذا أردنا أن نلبس الأحلام أحزية فعلينا أن نلبس الأحلام أحزية وتكون هذه الأحزية مناسبة لوعورة الطرق التي سنسلكها ليس بالسهولة أبدا لا على الإسرائيلي ولا غير الإسرائيلي لا أن يتخلص من حزب الله ولا أن يتخلص من إيران كيف ستعيد إيران طهران كيف ستعيد ترتيب أوراقها مع تخلي الروسي عنها كذلك حتى أنت قلت هذا الموضوع أنا لم أقل أن هناك تخلي أنا قلت أن هناك تفاهما روسيا ضمن إطار ما يسمى بالاجتماع السلاسي الذي حصل في القدس الغربية أو في تل أبيب وخرج الإسرائيلي بعده ليكون مرتاحا أنا أفهم تماما أن روسيا ليست جزءا من محور المقاومة ليست جزءا استراتيجيا كما سوريا وإيران وحزب الله علينا أن نتفاهم مثل هذا الأمر وسوريا تتفاهمه وإيران تتفاهمه لكن لا يمكن أن يتفاهم أن تدير روسيا الظهر لمثل هذا الحلف القائم منذ سنوات وهي لم تفعل بالأمس التصعيد الحاصل في المنطقة السورية هو تصعيد روسي بامتياز لكن بدل أن نزب إلى مثل هذا التصعيد فقط بالقصف علينا أن نضع حد لما يفعل به التركي مثلا في شمال سوريا وفي شرق سوريا إلى آخره بدل أن نذهب إلى مثل هذا التصعيد هو يعني إيقاف الغارات بالنسبة لإيران أعتقد بأنه الأولوية لإيقاف الغارات على مواقعها على كل حال بدقيقة واحدة لديك رد أحمد العميد أحمد رحال لا طبعا إيران ليست بوارد لا أن توقف الغارات ولا أن تستقنف الغارات بوارد أن تسأل ماذا يدخل نتحدث عن مسألة مختلفة تماما إيران موجودة في سوريا وجودك ضئيل جدا قياسا بوجود الروسيا ووجود غير الروس نعم عميد أحمد ختام معك دقيقة واحدة جهاد عماد مغنية نعم قتل في الجنوب وقتل معه العميد الإيراني محمد علي داي وإذا كورد جنوب لبنان فهو بالخطأ اللفظي فقط لا غير إنما اليوم يعني أنا أستغرب اليوم عم بسمع نهف نغمة جديدة أنه اليوم روسيا ليست من المقاومة يا دكتور فيصل مبارح كان اسمه أبو علي بوتين وإيران رح تسويه من أهل البيت لأبو علي بوتين تقريبا اليوم شو عدا ما بدأ يعني اليوم حتى تغييرها النغلة ليس لإيران علاقة بيزة الهدي على كل حال اليوم الأوراق حسب المتواضحة اليوم روسيا حليف روسيا حليف لكنها ليست من محور المقاومة يعني أنتوا اللي قلتوا هالكلام أشكركم جزيل وحسب الله ونظام الأساد كلهم في بوتقة واحدة كلهم مجرمي شكرا لك العميد ركني أحمد الخلير العسكري والاستراتيجي مأجوري لتركيا وإسرائيل وغير ذلك اتهمات متبادلة شكرا لك أيضا المحلل السياسي فيصل عبدالساتر كنت معنا من بيروت مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة تابعونا على سيريا.تفي لكم من يوان فريق العمل الطيب تحية إلى الإقاءة اشتركوا في القناة